نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن توقف تنفيذ المشروع القومي لتطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة أسوان وشدد المركز الإعلامي على استمرار العمل بالمشروع داخل محافظة أسوان وفقا للجداول الزمنية المقررة دون توقف مشيرا إلى أن هناك متابعة مستمرة للموقف التنفيذي للمشروع بهدف تحسين جودة الحياة للأهالي في الريف المصري ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم